اللي انا كنت لسه بقوله من شوية عشان الناس كتيرا ما تعرفش الناس كتيرا اكتشفت الكابتر احمد عبد المقصود في الجهاز الفني الاول لنادي الزمالك بس مش كتير يعرفه الكابتر احمد عبد المقصود عمل ايه عشان يوصل لهذه المنطقة الى ان يصل كمان لمدير فني لنادي الزمالك انا ابن نازل ماك زيما انا جيت في دخلت الاختبارات وانا عندي نساعة سنين ساعة ستة وتمانين وتدركت بفريق الناشئين طبعا لغاية عشرين سنة اتساعت فريق اول انا تحت عشرين سنة اتقيت فريق اول موسم تحت عشرين سنة وتسعين كان ساتة برضو ازاي السنة دي كده كان فيه خمسة عشرين وخمسة تحت السن انا كنت دمن الخمسة فوقعت عرجلي وكنت رح اعارة في المن دمن الخمسة دول اعارة مع كتفروج عفر نادي بيت المحلة فوقعت هناك ورجعت تاني يعني في العلاج فعادت بموسمين طبعا كنت الناس صغير فقال لك ليه مش هنصفر مثلا لسه ولد صغير برا مصر كده لسه عمز صعبة عكس دلوقتي يعني الوقت بقت سهل اي حد بيعملها يعني فتعاملت غلط هنا في مصر فعادتها تاني بعد ست سبعة شهور فتعاملت برضو غلط فعادت موسمين عملت فيهم خمس عمليات في رجل اتنين يعني هنا وهنا يعني مصامر هنا وهنا فدي خليتني احاول لعب تاني مثلا لعبت في البيتروجيت سنة اشير دبخان سنة بس ليت نفسي مش قادر يعني مش قادر خالص دورات يعني كنت انا احاس لنا مش اه مش قادر بقى بدري وحتجيت بقى مسكت في نازة مالك في مدرس الكورة ساعة الفين واحد اشغلت كتاعة سنين دكتور محمود سعد قامة كبيرة طبعا نقلني للناشئين وخدتها برضو من تحت بقوي مساعد ومدير فني لغاية تحت عشر سنة كنت ماسكت الفين وتتاشر او اتناشر كمان ماسك المدير فني اللي فقت لخمس وتتسعين اللي هي فيها اوباما ويسموح يا الله يرحمه اه فبعا كده خدت بقى بره سفرت بره السعودية مسكت فريق نادي النجمة اللي فريق ناشئين اك كنت بيلعبوا دورهم متاز هما يعني فالحمدوله ممكن هما عمرهم ما كذبوا الاهلي ولا الاتحاد ابدا انا كنت تقوموا على ملعبهم فده اللي كان فرق اللي كان هدف الفرق البقاء في الدوري صحيح فالحمدوله يعني حتى الان ما فيش هما لسه طبعا بيطلعوا وينزلوا او هما تحت حتى البلاتي فبعا كده انقلت جيت تاني بعد كده مصر مسكت فريق تلقافين واحد اللي فيها قد تكون لعيبات حسام عم جيد وفيه ناس كدير وحاتم وحسام أشرف وقسام وفصر جيل احمد عيد فيه سبعة اثمانية قد بيلعبوا يعني خدت بهم بطولة الشيخ زايد في الامارات معا كده اتنقلت روحت معا كبتان ترمو الصفا كنت بيلعب عزيز روحت العرب الاماراتي ثلاث شهور معا كده اتنقلني اجي معا كبتان مهم من سليمان النادي زمالك الفين وستاشر كملت محمد حلمي خد ناخذ السوبر قدمت استقلتي بعديها روحت النادي التعاون السودي فريق الشباب خدت بطوط المنطقة والمملكة الاول مرة في تاريخ النادي انا بحب اعمل حاجه ومشي ومشي يعني روحت معا كده من سمان تاني نادي الشوالة السعودي مهم ومعا كده جيتنا اشتغلت السنة الكورونا كنا ناخذ ده فنقب الاهلي كيسمنا الاهلي وكان فرقين عشر نقط عن الاهلي وتمانية عن امبي وفضل خمس ماطشاقات. يعني دوما كماما ماطشين بس نكسابوا ناخد دوري. حصل كورونا فاتلغت دوري خالص. بعدها روحت معك برضو معك تورسام نابير روحنا الاشياء للسعودي. روحت السقر السعودي مسكت الفريق اول. خدت بتطوط المنطقة. والسعقات بتطوط المملكة برضو الاول مرة في التاريخ النادي. وصعدنا درجة تانية اول مرة برضو في تاريخ النادي. سبتهم جيت نادي زمالك مع مسك كارترون. خدنا دوري. مشيت. روحت نادي سقر تاني. اعطهم في الدوري اه رابع الدوري. هي. في الاول مرة. جيت مع كده على مع مسك فريرة وخدنا دوري وكاس. والحمد لله يعني الحمد لله يعني الحمد لله خدناها من تحت اه كويس. مسيرة تدريبية محترمة. الحمد لله. مسيرة فيها كفاح يعني مش اللي هو. ما هو اه. زي ما انا قلت لسه كنت بقول في نجوم بيبقوا مدربين عشان هما كانوا نجوم كورة. لكن انت راجل زي يقولوا جابها من تحت اه يعني. بص يا كريم انا عندي اقتناع من اه ان اه اتعب واكتهد واندي قيم عندي قيم في انا سبحانه وتعالى ان هو هيكريمك هي هيكريمني عالتعبي. فدايما عندي غير ان انا اعمل احسن حاجة. اتعب اقصى حاجة. صح.